سلام عليكم. وارجعنا لتكم تاني مع فيديو جديد هنتكلم فيه على على الانابيب المستخدمة في سحب العينات. احنا قلنا ان فيه قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت قلنا ان فيه احنا بنشتغل عليه اللي هو السرينجة. والسيستم تاني اللي هو سيستم. وده بيبقى اه سيستم مغلق بقى بيستخدام ما بيخرجش فيه او ما بيدخلش فيه اه عامل الهواء او الظروف الخارجية لانه بيبقى كله من الوريد الى الانبوبة مباشرة عن طريق اه مكون من الابرة والهولدر والانابيب المستخدمة او والانابيب المستخدمة. الحاجات دي كلها بتستخدم في المعامل الكبيرة واللي عايزة يبقى شكلها كويس قدام المريض. السيستم ده كويس جدا. اه لكن في بعض المشاكل ان هو علشان الناس اللي تستخدمه لازم تكون اوي في عملية السحب لان انت الناس اللي هي لسه مبتدئة مش هتقدر تستخدمه قوي لازباب عدة ان مسلا لما بتحط الابرة جوه الوريد الابرة اللونها البلاستيكال اللي في الابرة في البداية دي بيبقى لونها اصمر فما تشوفش نقطة الدم اللي انت بدي تأكد فيها ان الابرة في الوريد. فيبقى لونها اصمر فما بتعرفش ازا كانت الابرة في الوريد الا بعد ما انت بتسحب. تانية حاجة حجم الابرة نفسه بيبقى حجم كبير فبيقلم المريض فالمبتدئين بيقلموا زيادة. يعني المبتدئ اصلا حتى لو الابرة بتاعته صن اطفال صن زغير جدا وبيشتغل بها فبتقلم المريض. فما بالك ان هو يستخدم ابرة الباكوتينر اللي هي اصلا اه اكبر من الابرة العادية. اه فلازم اللي يستخدم بتاع الفاكوتينر يبقى جدا في عملية السحب. السيستم ده زي ما احنا قلنا عبارة عن ابرة وهولدر. الابرة دي زي ما احنا هنحط لكم سريطة ان شاء الله على الشاشة بتبقى الناحية الاولانية اللي فوق دي ابرة عادية جدا والتانية بتبقى اللي هي الناحية اللي تحت تبقى اه مضغطية بطبقة من المطاط اه وهولدر ده بيتركب فيها علشان تقدر تتحكم فيه تدخيل الانبوبة جوه الابرة دي. ونفس الحكاية برضو بالنسبة دي ان هي بتبقى الابرة جوه الوريد. وفيه خرطوم طويل كده في النهاية فيه بيبقى فيه ابرة اه متغطية بالمطاط ده. وعلشان تبدأ تدخل جوه يدخل الانبوبة نفسها جوه الابرة تزق المطاط لفوق فتبقى الابرة هي اللي جوه الدم فيدخل الدم من الوريد الى الابرة على طول وبعد ما احنا بنشيل يرجع المطاط تاني يغطي الابرة علشان الدم ما ينزلش على الارض. الاحين ما احنا نحط آآ الانبوبة التانية وكل انبوبة لها استخدام معين. ده بشكل عام معنى او اللي هو مغلق وده طبعا آآ بيفضل جدا فيه عمليات مزارع الدم او في آآ عملية سحب الدم لتحليل مزارع الدم لانه بيبقى مغلق ويه علشان ما يحصلش بالبكتيريا اللي موجودة في الهواء. احنا هنتكلم على ان في البداية هي عبارة عن موحدة اللون موحدة لون الغطا. الغطا اللي موجود ده موحد على آآ كل دول العالم يعني زي الهند اللي في الهند زي مصر زي البرازيل كله الوان سبتة. كل اللي بتغير فيها درجة اللون على حسب المصنع اللي بيعملها يعني مسلا عندك اللون الرد الاحمر فهو احمر في كل الالوان في كل الدول. الاحمر معروف ان هو هنتكلم واحدة واحدة على الالوان دي. هنقول ان الاحمر دي انبوبة مفرقة الهواء بكمية معينة. غالبا بتبقى اتنين ملي. وبتبقى مكتوبة على الانبوبة زي مسلا الانبوبة دي كده لو احنا آآ قربنا الكاميرا قوي مش عارف هتبقى اه هتبقى باينة قوي ان هي تتشاف ولا لأ. هو المفروض ان هنا مكتوب اتنين ملي فاحنا انا مش قادر اعرف ان انت شايفينها ولا ابتقى مكتوبات اتنين ملي فبقدر آآ اسحب الدم لحد العلامة اللي موجودة دي. كل الانبيب اللي احنا بنستخدمها او بنشتغل بيها بتبقى بالشكل ده موجود على اللابل بتاعها موجود حجم الدم اللي احنا هنسحبه. وفي علامة على الانبوبة لو انا مش قادر اتحكم في حجم الدم بيه السرنجة لو انا هستخدم السرنجة مع الباكتينر او آآ الدم كده كده اول ما بيدخل جوه الفين آآ ويطلع الى الانبوبة هو بيفضل لحد هنا حتى لو حطيت الانبوبة لمدة آآ خمس دقائق مش هتملأ نهايتها لحد هنا. لحد العلامة اللي موجودة هنا. مهما انت حطيت الانبوبة الجوة الفين لمدة طويلة مش هتملأ الا لحد العلامة اللي موجودة آآ دي بس. وممكن نستخدم معاها بتاع السرنجات ان انا آآ اخد الدم من الانبوبة من الفين وبعدين احطه في الانبوبة عادي مفيش فيها اي مشكلة آآ ده سيستم موجود وده اللي معظم الناس الوقتي عادت بتتبعه في مصر. نبدأ نتكلم بقى عن انواع الانبوبة اللي موجودة والوانها واستخداماتها. احنا هنتكلم عن اول لون بيقابلنا وهو اللون زي ما احنا قلنا الريد الاحمر اللي هي بتبقى خالص ما فيهاش اي آآ اي مانع سجلط او اي آآ مواد موجودة جواها وتبقى آآ مفرقة الهواء وتستخدم لي آآ شغل الكيمياء عن متى. اللون التاني اللي هو الاورنج او البرتقاني وده بيبقى فيها مادة لا تتدخل آآ في التحليل الطبية ولكن تعمل على تسريع عملية الجلطة علشان آآ لو احنا محتاجين نسرع التجلط آآ في الشغل بتاعنا فبنحطها في انابيب لونها آآ اورنج. اللون الرقم تلاتة وهو اللون الاصفر الانبوبة دي الغطى الاصفر آآ بيبقى جواها جل مادة آآ من الجل مصنوعة من الجل بتعمل فاصل بين البلاد سيلز والسيروم فو ورضو التلات انابيب اللي احنا قلناهم دول بيستخدموا في الحصول على او الشغل في الكيميا ومنحصل منهم على السيروم بس. طيب بعد كده هنتكلم عن اللون ده اللي هو اللون الموف وبيبقى فيه اه بيبقى فيه زي ما احنا قلنا الكمية اه كافية للدم اللي موجود لحد العلامة دي اللي هي اتنين اه اتنين مليون. آآ طبعا بتستخدم في صور الدم والبلاد جروب والايتش بي اي وان سي طيب اللون اللي بعد كده وهو اللون اللبني. آآ اللي بيبقى فيه سوديوم ستريت بنسبة واحد لتسعة وبيستخدم في حالات والاي انار والاي بي تي تي واللوباس انتيكو اجلانت كل دي تحليل بتستخدم على بتسعب على الانبوبة اللي لونها لبني بالشكل ده. ونفس الحكاية يا جماعة بيبقى موجود عليها آآ العلامة بتاعتها وبرضو حجم الدم اللي موجود اللي انا ممكن اقدر اسحبه في اللي بل الشكل ده. طيب نتكلم على اللون البلاك او اللون الاسود وده طبعا بنستخدمه فيه سطرات بنستخدم فيه سطرات السوديوم وبيستخدم له آآ عملية السرعة الترسيب ولا chaud سرعة الترسيب اللي بانستخدمها آآ في المعمل بتاعنا. نوعين منها الانبوبة الفاكية. آآ نوعين منها آآ اللي هي بتستخدم في في الراج بتاع والانبوبه اللي زيه دي بالزبط. آآ بس برضو اللون بتاعها بلاك آآ دول الاتنين في آآ نتكلم على اللون اللي بعد كده اللي هو الجري ده بيستخدم فيه التحليل السكر وبيبقى فيه اللون الاخير اللي معانا النهاردة هو اللون الافضر وده بيبقى له آآ بيبقى يستخدم محطوط فيه لازم لازم نفرق ما بين السيستم ده والسيستم التاني اللي هو الانبيب العادية اللي هي فيها آآ انبوبة تلاتة من اللي بقعدة ولها غطى ده مختلف خالص ده مش باكيام ده مش ده انا بيبقى عادية آآ منها مصنوع منها مصري ومصنوع منها ايطالي وموجودة في السوق ده تكنيك وده تكنيك تاني خالص ده بنستخدم للسرينجات وده باكيام آآ بس ممكن تعمل آآ بين التكنيك بتاع السرينجات والآ تكنيك الباكوتينر ان انت تستخدم السرينجة عالية وتحطها آآ جوة من الغطر من هنا تدخل السرينجة بتاعتك من هنا وهي من غير ما انت تضغط هو الدم هينزل جوه الانبوبة او عادي ان انت تستغنى عن الفكيام اللي موجود احنا يا جماعة آآ في ساعة ما انا افتح الانبوبة كده اسمعوا كده التكة دي التكة دي البام دي دي معناها ان الهواء خلاص معاددش فعادد تستخدم انبوبة عادية فاضية يعني كده معادش ما ما تسحبش باكوتينر نهاية كده بسط فاحنا يبقى فاهمين الفرق بين والانابيب العادية كده دي اصبحت انبوبة عادية بعد ما كانت بدل فتحنا الغطا خلاص كده ونبدأ نحط الدم على آآ جدار الانبوبة اللي حد ما تنزل ويه تتملع كده احنا اتكلمنا عن سيستم الباكوتينر في الفيديو ده ان شاء الله آآ هاريجو آآ في صور موجودة في الفيديو عن السيستم كامل آآ الابرة والباكوتينر والحاجات دي كلها ما وحنا الكلام هتنزل صور على الفيديو نتمنى ان احنا النهاردة نكون وصلنا معلومة آآ جديدة ولو حتى جديدة يبقى احنا عملنا المعلومات اللي عندكم وان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنكمل مع بعض آآ تحاليل طبية وكورس تحليل طبية ان شاء الله نتمنى ان انتو لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتعملوا الشير للفيديو دونكم في امان الله السلام عليكم